السلام عليكم ورحمة الله اليوم عدنا يونت واحد وثمانين يور سسترس نيم ان دي نيم اف ذا بوك شل المقصود بهذا الكلام هنا عدنا الستة ملك راح نتحدث اليوم على موضوع الستة ملك ويوز اس موستليف 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 فور بيبول ونيم طبعا هي الستة ملك تستخدم للإنسان يعني للإنسان وللحيوانة جلكم الله للاثنين لان هي التملك يعني مثلا من اقول تومس كمبيوتر يعني الكمبيوتر ما للتوم او من اقول يعني اطفال كارلس او من اقول يعني ما هو اسم اختك او ما هو اسم اخت توم او من اقول كن حذرا لا تدوس على ذيل القطة اذا احنا خلني اكتب ملاحظة للطالب اللي عنده مشكلة بهذا الموضوع الستة ملك تستخدم ما بين المالك والمملك ما بين المالك والمملك فمن اريد اقول سيارة علي راح اقول عليز كارل من اريد اقول منزل علي راح اقول عليز هوم هادي هادي بشكل عام ولازم ناخذ ملاحظة بانه انه تستخدم للانسان وللحيوان اجلكم والله زين ملاحظة مهمة نستخدم 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 اس التملك بالاخير يعني يعني ما نختار اسم وراها يعني شلون هساني مو قلت عليز بوك لازم اخلي بوك ورا الاس مو صح يجي قلنة ولكن اكون ملاحظة تقول this is isn't my book it's my sisters هادي اكتبها ملاحظة يمك وراح اعيدها اكثر من مرة على مولة ثبت المعلومة يمك عندما تكون هنالك الستة ملك عندما تكون هنالك الستة ملك في نهاية الجملة يعني النهاية الجملة دون ان يكون بعدها اسم يعني اسم يعني اجت الاس التملك وراح اكمل اسم ماذكور في بداية الجمل مذكور فيه إذن أنا لما ألقى الأس التملك بالأخير وما ألقى اسم وراها معناه هذا الاسم موجود بالبداية راح أعيدها في صياغة أخرى أنا من أجي على الأس التملك متعود عليها أنه أكو اسم وراها شوف كاتستير كلهم براها الاسم وراها كلمة وراها الس التملك إذن هنا ليش ماكو؟ لأن مذكور بالبداية هذا وين أبوك شلون تعرفه هو الاسم الوحيدة اللي موجود بالجمل يكون بعد وش عدنا؟ إحنا بعد ما عدنا في هذا أشياء مهمة بس أكون ملاحظة مهمة لما التملك يكون أكثر من ثلاثة أسماء يعني مثلا نقول أم الولد اللي التقين بيه البارح أم الولد اللي التقين بيه الوارح وهذا ما قدر أستخدم لها أس التملك هذا لازم أستخدم لها الأوف الأوف يعني مثل التملك كان بالضبط يم تملك ولكن بمعنى آخر إذن عندما تحتوي الكلمة على أكثر من ثلاثة أشياء للتملك أو ثلاثة كلمات يعني ثلاثة فوق ما يصير أستخدم لهم أس التملك لازم أستخدم لهم الأوف بويز نيم شوف ثنيا نقدر نستخدم لهم بومنز حات نقدر نستخدم لهم ماي سيسترز روم شوف ماكو أي مشكلة هنا عدنا ملاحظة وعدنا مشكلة هنا لمن الكلمة أو لمن المالك يكون جمع لمن المالك يكون جمع يعني من أقول سيسترز روم سيسترز روم يعني غرفة الأخت أو غرفة أختي ماي سيسترز روم يعني غرفة أختي أو أقول مثلا ماي مثلا يعني برادرز سي روم غرفة أخوئ زين إذا كانت الأخت جمع يعني من أجل دقول غرفة أخواتي شو رح أقول شو ربيت حالة إذا كانت الكلمة هي أصلا مجموعة ماي سيسترز روم اللي أسويه هو أخلي الفارزة بعد الأس من قبل الأس إذن لمن تكون الكلمة الأصلية جمع أخلي الفارزة بعد الأس لمن تكون الكلمة المالكة يعني الشيء المالك أو الشخص المالك يكون جمع أخلي الفارزة بعد الأس أخلي الفارزة بعد الأس أخلي الفارزة بعد الأس أخلي هاي الملاحظة مهمة خلينا الفارزة بعد الأس زين زين وخلنا نكتب ملاحظة بعد أخرى إذا كانت الكلمة جمعها شاذ مثلا من إذا كان جمعها شاذ يعني مو أس الجمع هنا نخيل الفارزة بعد الأس حتى لو كان هو جمع أصلا يعني هسا هنا أشوف من أقول من هاي كلمة سيستر سي أخوت إحنا مو قلنا لازم نضيف أس وهو الخلي الفارزة بعد الأس للدلالة على الجمع هنا ما يحتاج أخلي الفارزة بعد الأس لأن هي أصلا جمعها شاذ لأن هي أصلا جمعها شاذ زين في حالة إذا عندي إذا عندي أطفال مجموعين ومعندي أشخاص أثنين أريد أخلي الفارزة لهم شلون راح أقول جاك أند كارين ستشلجرن من أقول مثلا يعني مثلا 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 هذه الغرفة طلاب أثنين بالجامعة أسام داخلية ذولة هذه الغرفة الأحمد وعلي شنون راح أخلي الفارزة طبعا الفارزة راح تكون بعد الاسم الأخير راح أقول علي آند أحمد سروم علي آند أحمد سروم هذه الأس دلالة عليهم أثنينهم هذه الأس دلالة عليهم أثنينهم هس خلي نكتب ملاحظة مهمة جدا الأس التملك تستخدم مع الحيوانات ومع الإنسان أجل مع الإنسان أجل الإنسان والحيوان أجلكم الله يستخدم الأس التملك ولكن مع الأشياء جامدة نستخدم يعني الشيء الجماد نستخدم مياه أو ما نستخدم مياه الستة ملوك يعني يفضل أنه ما نستخدم مياه الستة ملوك مثلا هنا the temperature of water يعني درجة حرارة الماء the name of the book اسم الكتاب the name of the book the owner of the restaurant يعني في الشيء جماد يعني في الغالب يعني يعني إذا ما بيها اسم علم أحمد خلير علي فالغالب يعني إذا مو اسم شخص عاقل أجل لكم الله أو حيوان أجل لكم الله يعني اسم عاقل أو اسم حيوان أجل لكم الله ما نستخدم الستة ملوك نستخدم the name of the book ملاحظة مهمة جدا مع المنظمات نستخدم of companies يعني شوف government حكومة شركة government هذه الأشياء نستخدم إياها الستة ملك كذلك أسماء الأماكن هاي حالات خاصة إذن الحكومة الشركات منظمات ذن نستخدم منها الس التملك ما نستخدم منها الأوف كذلك عدنا يعني أسماء الأماكن المنظمات ستة ملوك المنظمات الستة ملوك السلق كذلك المنظمات الدولة هذا بالخط الغامق لانه كلهن ينحفظا لأوقات ايضا بعض الاحيان نستخدم بياهن اس التملك طبعا هذي حالات خاصة وراح نشوف التمارين ونعرف شنو فكرتهن وانحلهم بالتفصيل بس لا تنسى اللي بالخط الغامق يفضل انه تركز عليه جرخات جواه وتحفظه مثلا today's tomorrow's each